موسيقى السلام عليكم ازاكا شباب بيلا اكبار واخيرا معانا مراجعة A50 من سامسونج الجهاز اللي اقلب الدنيا وقبل ما ابدأ انا حاب بس اوضح لكم انا كان ممكن اعمل فيديو سريع اجيب الجهاز النهاردة واطلع اعمله ريفيو بكرة لكن طبعا مش دي الامانة ولا دي المهنية على الاقل لازم الجهاز يقوم معي 3 اربعة تيام اكوني تعودت عليه واكون كدت فكرة على الاقل المبدئية عنه وبعد شهر ورشهرين نبدأ نعمل لكم فيديو تاني والنهاردة فعلا قدرت ان انا اتكون فكرة استخدام عن الجهاز ونقدر نعمله مراجعة ونقدر نقول العيوب والمميزات بتاعته بكل صراحة انا محمد طايل ويلا بينا نبتد طب قبل ما نبتد يا شباب هتنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقيني حاططلك الاوقات بتاعت كل جزء انا هتكلم فيه يعني عايز تنط للشاشة للتصميم للبصمة للاي حاجة انت عايزة هتلاقيني تحت مسافة ما تدوس على الديئة بالزلط هيبدأ يحولك على الجزئية اللي انت محتاجة ويلا بينا نبتدي اول ما تيجي تبص يا شباب على الجهاز من ورا وخاصة لون لسود على فكرة انا ما كنتش حابب اللون لسود وانا نازل اشتري الجهاز ده ولكن اول ما بصيت عليه واداني فعلا الوان الطف كده بدأت احس فعلا ان الجهاز تحفة فنية الوان الطف اللي هو بيديها وميديك رماضي كده على سود ففعلا التصميم من ورا شكله شيء جدا مع رصة التلت كاميرات اما بقى من قدام فهيكون عندنا النطش اللي هو اليو دروب جديد بتاع سامسونج وشاشة كاملة بدون حواف ايوة اللي استخدم فيكو حاجة زي ال f9 هي شبيهة بالزبط بيه شاشة من غير حواف فحاجة تحفة جدا انا حاسس ان انا بتعامل مع شاشة البازلز اللي فيها صغارة جدا ومفيش هنا الا تعتبر الكاميرا كده وفيه عندنا من فوق السماعات اما لمبة الاشعارات للأسف سامسونج شالتها ولكن الكاميرا ما زالت بتدي زي ال s10 plus بالزبط ان انت كل ما تيجي تفتح الجهاز او تفتح الكاميرا يبدأ يعمل لك كده زي نور دائري حوالين اليو دروب فالتصميم في الغالب انا ما عنديش عليه اي مشكلة هو اي نعم من البلاستيك او البولي كاربونت زي ما سامسونج بتسميه ولكن التصميم بتاعه فعلا كان جاي حلو جدا الشاشة اللي بتيجي من قدام بقى يا جماعة تماما تكلمنا عليها هي شاشة بتيجي بحجم 6 و 3 انش بذكة full hd plus ومن نوع super amulet ايوة انت ما سمعتنيش غلط انت هتاخد الجهاز ده بشاشة super amulet وبصراحة الشاشة اول ما تشوفها سواء ان انت بتستخدمها جوه البيت في الاندور او حتى بره البيت وتحت اشعة الشمس المباشرة الشاشة فعلا حلوة قوي والوانها زهية بشكل غير طبيعي وكل مرة هتضطر تفتح فيها الجهاز عشان تتفرج بس على الالوان الجميلة قوي دي في عامنا يا جماعة الشاشة هنا حلوة جدا وبما اتقللنا يا شباب عن الشاشة فاكيد لازم نتكلم عن البصمة دلوقتي اللي بقت مدمجة في الشاشة ايوة انت مسمعتش غلط بصمة مدمجة في الشاشة في جهاز فئة متوسطة الاول من سامسونج البصمة دي يا شباب من واقع خبرتي معاها كده انا اول ما استلمت الجهاز ده واشتريته من تحت حطت لكم سكرينة عليه وعايز اقول لكم ان اقرب سكرينة تقدر تركب عليه هي سكرينة الF9 زي ما انا مركبها كده بالزبط وخلي بالكوا انا سبت السكرينة الملزوقة عليه اللي هي الاسكرينة العادية وروح تحطت فيها السكرينة بتاعة الF9 وبدأت افتح الجهاز وفعلا الجهاز كان بيفتح معايا ما عنديش اي مشكلة ولكن البصمة كانت بتتأخر حوالي ثانيتين وهنا محتاجين بس تحديث من سامسونج يزبط شوية وقت البصمة وكمان يزبط ان هي من وقت الكتاني كانت من اصل الثلاث مرات مرتين يفتحوا ومرة ما تفتحشوا محتاجين تحديث بسيط اوي من سامسونج يبدأ يحل معانا المشكلة دي ولكن لو انت مش عايز تفتح موبايلك بالبصمة وشايف ان البصمة لتحت الشاشة مش هتكون عملية معاك قوي فتقدر تفتحوا بالفيس اللوك الفيس اللوك هنا جماعة سريع فعلا وما بياخدش اي وقت خالص ومسافة ما انا ببصله الجهاز بيفتح مباشرة ففعلا الفيس اللوك هنا كان معايا شجلال بشكل كويس اوي وسريع ولكنه طبعا مش الاب واكيد يا شباب مع الشاشة القوية اوي دي شاشة فشيخة فاكيد لازم ناخد معالج قوي جدا وسامسونج هنا فعلا قايت لان اصالها كطايل والدهني اجزينو الستة وتسعين عشرة بدك التصنيع عشر نالو متر الثماني الانوية والنسخة اللي بتنزل مصر والوطن العربي اكون برامات اربعة جيجا وزاكرة مية تمانية وعشرين جيجا افسدي عم وشايس مع نفسك ففعلا الاداء هنا كان ممتاز اوي وفي ملحوظة عايزة ابدادي بيها قبل ما ابدأ في تفصيل الاداء ان المعالج ده شباب فعلا بيكون اعلى من الستمائة وستين في دكة التصنيع وكمان في الاداء بتاعه اعلى من الستمائة وستين ومقرب على الستمائة وسبعين يعني هو كده اعتبر ما بين الستمائة وسبعين والستمائة وستين ولكنه حرام ان احنا انقلنا بستمائة وستين لانه بالفعل اعلى من الستمائة وستين وكمان اعلى من الستمائة وسبعين ودكة التصنيع كمان لانه بينزل بعشرة نانو متر طيب بالنسبة الاداء بقى جماعة في تصفح الوجه كده والتنقل ما بين البرامج وتصفح برامج السوشال ميديا كانت ممتازة اوي ما كانش عندي عليها اي ملحوظات واتحس فعلا التطبيق ولا فيه لاج وفيه سلاسة غير طبيعية مع وجهة الوان يو اي الجديدة ولكن عندي مشكلة بسيطة اوي ان في المالتي تسك كل ما بتفتح التطبيق وترجع تخرج منه تاني وتردله مرة تانية بتلاقي التطبيق بيعيد ريلوود تاني وبيعيد تحميل من اول و بديد ودي بسبب هنا ان البطارية جماعة في اندرويد ناين بتبدأ تتعلم من استجدامك وبتشغلك بس التطبيقات اللي انت بتبتحها باستمرار والتطبيقات التانية بتقفلها ده المفروض الطبيعي لكن هنا كله بيتقفل فمحتاجين تحديث من سامسونج يخلي فعلا خاصية الادابتف بيتري اللي موجودة في اندرويد ناين تشتغل بشكل فعال اكتر من كده وفعلا تسيب لها التطبيقات اللي احنا بنستخدمها في الخلفية اما بالنسبة لالعب فانا جربتوا على لعب بوب جي والاداء فعلا كان كويس جدا ولكن عندي ملحوظة صغيرة قوي ان كان في بعض الفيريماد بتقع اثناء اللعبة عبها عب سوفت وير مش هارد وير فمحتاجين برضو من سام انها تبعتها تحديث يحل المشكلة دي خاصة ان الجي بيو هنا بيكون مالي جي اتنين وسبعين ام بس ري وده موجود في معالجات تانية في لاك شب اللي نزلت السنة اللي فاتت في بعض التليفونات فلازم هنا يوصل تحديث فعلا يعدل شوية من اداء الجهاز لان كل العبوب بتاعته كانت سوفت وير واخيرا يا جماعة سامسونج بتصالحني وقالت لي احنا هنفرحك يا طائل بطارية 4000 ميلا امبير وكمان شاحن تايب سي وبيدعم الشاحن السريع على عكس نظير والاسي من 2018 طب حال البطارية هنا كان فعلا بيكمل معايا اليوم وبيديني حوالي 7 ساعات سكرين اون تايم لو انا استخدامي كان من متوسط الى تقيل يعني ما بين الاستخدام الواي فاي والداتا ده لو انا اقعد في البيت اما لو انا بنزل برة وبفتح شاشة على طول واستخدامي بقى شاك ويجي بي يس وبفتح كمان بلوتوس وبوصل سماعة مع ساعة وبفتح كل الكلام ده وما بقفلش الداتا اصلا فكان استلدامي هنا بيوصلني اربع ساعات سكرين اون تايم ففعلا البطارية هنا كان اداءها ممتاز قوي وما كنتش معاني معاها باي مشاكل ويتكمل معاك اليوم ويتش هنا بس في اخر اليوم الكاميرات يا شباب اللي برضو عليها جدد زي ما كانت على نظيره السابق الـ A7 2018 الكاميرا الرئيسية هنا بيتيجي 25 ميجا بيكسل بفتح العدسة F1.7 وفق عدسة تانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 واخر حاجة اللي هي الكاميرا 5 ميجا بيكسل ودي مسألة بس لتحديد الاطراف والعزل ودي بدقة 5 ميجا بيكسل F2.2 التلات كاميرات دول بيطلعوا صور حلوة لكن كنا ننسيكم كاميرا كاميرا الكاميرا الرئيسية 25 ميجا بيكسل بيطلع معاك صور حلوة جدا بالنهار وصور بالليل فعلا كويسة وده اللي بيساعد فيها لفتحة العدسة F1.7 اما الكاميرا اللي هي 8 ميجا بيكسل الالترا وايد فدي كاميرا هتديك صور حلوة جدا بالنهار ولكن بالليل طبيعيا التفاصيل بتاعتها تقل ومنصحكش ان انت تستخدم الالترا وايد بالليل عشان فتحة العدسة بتاعتها كمان دايقة اما بالنسبة لصور العزل بقى والبرتري مود واللي سامسونج بتسميه Life Focus الكاميرات هنا بتكون فعلا صورها حلوة قوي في مسألة العزل طول ما انت في إضاءة قوية ولكن بتبدأ يقل تدريجيا وبتبدأ الكاميرا تغلط شوية في تحديد الاطراف لو الإضاءة عندك كانت منخفضة ودي طبيعة الحال في كل الفئة المتوسطة اما بالنسبة بقى للكاميرا الامامية واللي بتيجي 25 ميجا بيكسل بفتح العرسة F2.4 الكاميرا الامامية دي يا جماعة بلا منازع ومن غير نفاق ومن غير تطبيل دي افضل كاميرا امامية انا شفتها على اي جهاز فئة متوسطة حتى لاي الكاميرا فعلا بتطلع داينالي كرينج بشكل كويس جدا والصور بتاعتها مقبولة والشاربنس بتاعها حلوة قوي فالكاميرا الامامية سواء هنا بقى بالليل او بالنهار في اضاءة قوية او اضاءة ضعيفة هتطلع معك صور ممتازة اوفر اول في الكاميرات كويسة جدا ولكن الكاميرا الخلفية محتاجين تحديث بسيط عشان يعالج مسألة دقة التفاصيل اللي في الصور بالنسبة الشباب للشبكات في الموبايل دا مبدئين كده انا جربت الجهاز دا على شبكات الاتصالات اللي هي اتصالاته في دافونه مبنيل ومع ذلك ما عانيتش من اي مشكلة اطلاقا مع الجهاز دا والشبكة بتاعته كانت شغالة معي كويس جدا سواء على الانترنت او حتى في المكالمات فبتلاقي سماعة المكالمات معك مميزة جدا ومعنديش معاي مشكلة بل بعكس انت تحتاج كمان تقلل صوتها عشان لجنبك ما يبضلش يسمع انت بتقول ايه لكن عندي بقز غريبة قوي في السوفت وير بقز كده يعني في بعض كده الاخطاء في السوفت وير اول ما بيجي لك رسالة على الواتساب السماعة عالية اول ما بتيجي تسمعها وتحطها على ودنك بتحس دايما ان السماعة دي قليلة قوي والصوت بتاعها بيبدأ ينخفض ودي هنا مشكلة سوفت وير مش مشكلة السماعة اما بالنسبة للسماعة الخارجية هي مانو يعني مش استيريو ولكن سماعة صوتها عالي قوي وفعلا جودتها متوسطة واخيرا يا شباب بقى ان الجهاز ده فعلا بيدعم الوتيجي وكمان فيه جيرسكوب سنسر عشان نضراطر واقع الافتراضي وكمان فيه راديو اف ام لكل الناس اللي بتحب مسألة سماعة الراديو على الموبايل طيب بص يا شباب بالراحة انا عارف ان انتوا ممكن تكونوا طهتم مني ولكن انا هنا هديكم بقى الزاتونة والخلاصة بتاعت الفيديو ده بالاخر كده الجهاز ده ممتاز جدا تاخد شاشة سوبر امرض وبطارية بحجم كبير وبتكمل معك اليوم وشحن سريع وتاخد معك كاميرا امامية ممتازة وكاميرا خلفية تعتبر متوسطة ونحتاج تحديث من سامسونج والبصمة بازالت كويسة جدا انها تقدم لها تكنولوجيا زي دي في الفئة المتوسطة ولكن للأسف الشديد البصمة دي مشكلتها ببطئة حاجتين ان احنا طبعا محتاجين سوفت ويرد ده خلاص كلام منتهي والحاجة التانية ان البصمة هنا بتشتغل بتكنية الاسكانر يعني كأنك بالضبط جايب مسح ضوي وبتاخد نسخة من بصمتك وبكرينها مع النسخة اللي متخزينة على زاكرة الجهاز فبالتالي يا جماعة الجهاز ممتاز قوي وينفع للاستخدام الأدمي ولكن ولكن تانى عدة احنا محتاجين تحديث من سام عشان يبدأ يزبط الجهاز مشكلة الجهاز دي كلها ان الوجهة الوان وي اي لسه مش مستقرة اول ما تبدأ توصل لها تحدثات من سامسونج خلال شهرين اللي جايين هتلاقي الجهاز ده بقى في حتة تانية ودي حاجة انا متأكد منها وخاصة مع البصمة لكن اوبر اول الجهاز بصراحة يستاهل سعره ايوة يستاهل انت تشيله ايوة جهاز كويس جدا ويكفي اسم سامسونج باردو الواحده مازال بيبيع بس كده يا شباب دي كان كل حاجة طبعا عن ال اي ففتي وما تنسوش ان احنا معانا مقارنة على الريدمي نوت سيفن جاي ان شاء الله قريب جدا على القناة فاللي مش مشترك يا شباب في القناة ينزل يشترك على طول واللي مش مفعل زر الجرس ايوة انت انزل فعل زر الجرس عشان توصل لك المقارنة دي اول ما نزلها ان شاء الله المقارنة فيها تفاصيل كتيرة قوي وهتبقى مقارنة طاحنة يا شباب واخيرا سعر جهاز ال اي ففتي هو 300 دولار او ما يعادل بالمصري 5300 جنيه مصري ياريت يا شباب تدعمونا يا جماعة باللايك يا جماعة للفيديو عشان انا حاسس ان الفيديو ما بيوصلش العادة كبير جدا من الناس ودي مشكلة ان انتو ما بيصوش لايك للفيديو ياريت تدوسوا لايك للفيديو وتكتبوا لي تحت رأيكم في الكومنتات دي اظن حاجة مش هتاكد منك ثواني وتقدر المجود اللي حب نكتبه وفي سؤال عايز اخد رأيكم فيه انتو شايفين ان سامسونج فعلا اتسرعت في الفئة المتوسطة ان هي تحط بصمة تحت الشاشة ولا لا جاوبوني في السؤال ده تحت في الكومنتات بس كده سوفكم بديوات تانية جاية كتير جدا دمتم في رعاية الله كان معكم محمد طايل السلام عليكم